البحث عن المعادن بيكون في البحث عن الصخورة المصاحبة له يعني مثلا في ممكن تلقوه في حي يسمع عروق الكوارس ممكن يكون مصاحب للفوسفات تمام ففي دلالات محددة يعني ما أنا ما في أي حتة ممكن يلقى دهب أو ممكن يلقى معادن نفيسة في حي فيه انديكيتر أو دليلات واضحة بتورنينه هنا موح احتمال يكون في دهب بناء على الصخورة الموجودة نعم إن في صخور قابلة إنه يكون مصاحب إلى دهب مثلا زي الفوسفات في مثلا السخور النادي عن البراكين السخور النارية زي عروق الكوارس مثلا تمام دي بتكون مصاحبة للدهب زي ما عندنا في ناك في التعديل العشوائي الشغال بالبلاكي زي دا هم بزبعر في عروق الكوارس بيشوفوه بيقوم بفتشوه فما كل الصخور هي فيها دهب منما في دلالات بتوريك إنه هنا في دهب ولا ما في دهب طيب شنو هي العوامل الجيولوجية اللي يعني بتؤدي إلى وجود المعادن النفيسة دي يعني هل بتختلف المعادن العوامل يعني إحنا عندنا مثلا الدهب عندنا الألماس عندنا النفط كلها معادن نفيسة هل العوامل بتختلف؟ والله العوامل بتختلف مثلا إذا قلنا مثلا الدهب هو معدن من المعادن ممكن يكون مثلا فيه دهب ناتج عن ترسوبات تمام فيه دهب بصخورة نارية تمام إذا مثلا نتحدثنا عن البترول فيه طبقات معينة اللي هي الطبقات الرسوبية بتكون حاملة للبترول البترول طبعا مستحيل يكون في الصخورة النارية اللي هي الصخورة الناتجة عن البراكين لأنه البترول فيه أصله هو ناتج من تحلل مواضع عضوية نعم المواضع عضوية أصلا هي ما موجودة في البراكين أصلا نعم فالطبقات الرسوبية بيكون فيه مثلا البترول بيتواجد فيه مناطق عميغة تحت دخط وضرجة حرارة عالية جدا جدا وتحت عنق وبيتراوح من 2 إلى 4 كيلومتر فالعاملة الأساسية الممكن تكون تكوين البترول السخور خازنة يعني السخور هي قابلة أن يكون فيها بترول فيها مواضع عضوية عبر ملايين السنين وفيها مثلا قابات ومواضع عضوية اتحللت وكمونات لنا البترول